طبعاً وبسبب العدوى وبسبب القوانين وإحنا مجتمع نتبع قوانين سواء أنت ساكن في أي بلد سواء في كندا أو في مصر أو في المغرب في قوانين الحكومة السلطة بتحطها على الجميع بغض النظر أنت مثل المسيحي من خلفية غير خلفية هذا قانون على الكل بس أنا فاهم عليك أنه من ناحية روحية صارت مشكلة خطيرة طبعاً يعني فيه بالكنيسة في ممارسات المعمودية وكسر الخبز يعني بطل كسر الخبز لأنه لازم تكون متباعد اجتماعي وذكر عن قبلة السلام أو المحبة لأن الكنيسة هي عيلة المسيح صرنا أخوة وأخوات على فكرة الكورونا كمان علم البخل يعني صار الناس إذا بدأت تبعث ورد بتبعث الوردة عن طريق الإيموجوي يعني الأشكال اللي بتشوفها في الواتس آب إلى آخره بتبعث لك وردة ولا قلب ولا بوسي ولا كله يعني بطلت الأشياء الفعلية اللي بتحرك المشاعر بس طبعاً هاي قوانين وإحنا منتبع القوانين والكنيسة طبعاً بتخضع للسلطة بحسب كلمة الله وكل الكنيس في أغلب الكنيس في العالم كلها كانت خاضعة وتفهمت هذه الموضوع موضوع على الكل ومثل ما ذكرت الوباء هذا ما ميزش لا مسلم ولا مسيحي يعني الوباء هذا مش عنصرية الناس هي العنصرية الأوباء مش عنصرية لكن احنا نشكر الله هذا ماضي خلاص بدنا نقول أنه إسا بلشت تفتح فلما تروع الكنيسة لابد أن ترجع الخدمات المسحية والعبادة المسحية أو الزيارات والقبولات والهدايا والورد يكون حقيقة مش بس كبسة زرار زر على الواتس آب وكأنه وكان الله في السر عليم حلت كل مشكلتك واو